السلام عليكم ورحمة الله اليوم رح نتكلم عن الاسطوب 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 التوقفية طبعا لها اسم اخر يسمونها الاسطوب يسمونها مرات الاسطوب الانفجارية احنا يعني وفقا لكتاب اللي احنا دا ندرسه اللي هو يعني النطق الافضل للغة الانجليزية الان الان بهذا النطق يقول بهذا الكتاب اللي هو سماهم الاسطوب كونسننت طبعا هذا تعريفهم اي تعريف تحفظها همش يكون صح طيب يقول في الاسطوب كونسننت الاسطوب يتوقف في الاسطوب في الاسطوب في الاسطوب التوقفية النفس يتوقف في الأصوات التوقفية النفس يتوقف بشكل كامل في نقطة ما أو في مكان ما في الموت في الفم عن طريق إيش يتوقف باي لبس مقدمة اللسان اللي هي التب تنك تب ومنطقة التنك باك وحنا نعرف بالرسم اللي أخذناه قبل ونعرف شن يعني تنك تب ونعرف شن يعني تنك باك بالرسم إذن الأصوات التوقفية هي الأصوات اللي يكون هناك فيها توقف للهواء بشكل تام يعني شلون يعني الهواء راح يتوقف طيب من هي الأصوات التوقفية أنا ذكرتلكم نحن دعنا نتكلم وفقا لهذا منهج اللي عندنا فإن الأصوات التوقفية هي بابا هاي واحد تا دا عايث اثنيا كا جا وشا جا شا جا إذن بابا تا دا كا جا شا جا بابا هاي الزوج الأول تا دا وكا جا وشا جا طيب الأول يكون قوي الأول يكون قوي ويكون بلا اهتزاز بلا اهتزاز با قوي تا قوي الكا قوي وشا قوي طيب أول مجموعتين رأسة لحد الآن شنو المطلوب أتحفظه تحفظ لي تعريف الهستوب وتعرف وتعدد الأصوات التوقفية ولازم تعرف لي أن البا والبا أول مجموعتين بهم طيب نجي البا هو قوي ذكرنا با سترونج مثل ما لاحظنا قايل لي قوي وفويسلس قوي وفويسلس ولونج يكون طويل حلو هسا راح نجي ناجي ناخذ النقاط أول شغلة نروح على على اللسان على الرسم حتى نفهم هذا الرسم جدا مهم الرسم جدا مهم هاي ذا صوتين البحول السفت برا تكون مرتفع الشفا سادة الهوة الهوة ما يقدر يطلع حلو هذا بالنسبة للرسم راح 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 على النقاط النقطة الأولى نقطة الأولى الهوة تقلق و الصوت تقلق لذلك الهوة لا يمكن الهوة اخر الهوة و الهوة الشفا تقلق اذا من المسؤول عن غلق الهوة من المسؤول عن غلق الهوة الجواب هو الشفا والصوت بلط ايضا يكون مرتفع الهوة لا يمكن الهوة من المسؤول بل ان الهوة يحبس لفترة قصيرة او يحتجز تقلق الهوة ينحبس او يحجز نين النقطة الأولى هذي هذي النقطة الأولى جدا مهمة وممكن يجعلها أكثر من أربعة سئلة عليها أولا ممكن يجيني سؤال يقول الشفا تكون مغلقة أو قريبة من بعضها و الصفت بلط مرتفع والصفت مرتفع هذي أي أصوات نقل الـ 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 السؤال الثاني يقول الـ الـ يستطيع اخر من مغلقة و السؤال الثاني يقول ليش ليش الهواء لا يقدر يخرج لا من خلال الفم ولا من خلال الأنف السؤال هذا السؤال هذا السطر الثاني نكتب عليه نجرع عليه خط الجواب هذا الفوق الـ الهواء يخرج هذا هدو إذن السؤال يقول لي لماذا الهواء لا يستطيع أن يمر من خلال النوائز ولا من خلال الماث ليش نقل لأن الشفاه والصفت بلط يغلق الهواء ما يخلل لنا يخرج الشفاه مغلقة والصفت بلط مرتفع لفوق نرجع للرسم الصفت بلط هذا وين يشوف ما يحدث لفوق واللبس ما يحدث إذن الهواء سيقوم سيظل هنا ينحبس لا يستطيع ينحبس قليلا بعد تنفتح الشفاه يخرج نقطة الأخرى جدا مهمة الأصوات التوقفية به الميزة كلهم ما هي الميزة الميزة بات توقف لتوقف الهواء توقف لتوقف الهواء يحبس لفترة قصيرة أهم ملاحظة في الأصوات التوقفية أن الهواء يحبس لفترة وهذه الميزة الوحيدة الموجودة فقط عند الأصوات التوقفية يعني لا بالنيزل ولا بالفريكشن ولا بالغلايدين كلهم ما به هاي الميزة هاي الميزة الوحيدة اللي موجودة و اللي من خلالها اللي من خلالها الهواء يحبس لفترة قصيرة لو أجاني سؤال وقال لي الهواء يحبس لفترة قصيرة أو طان اختيارات قال لي فريكشن 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 قال لي وقال لي ستوب وقال لي نيزل أجي اختار لستوب لأن هاي الميزة الوحيدة اللي موجودة عند الستوب النقطة ثانية إذن الشفاه شبيهة الشفاه راح تنفتح وراء ما كانت مغلقة تنفتح بانفجار وراح يصير عندي سلايت إكسبلوجين انفجار طفيف انفجار طفيف هذه ملاحظة جدا عند الأصوات التوقفية وخصوصا عند النطق صوتين الباو البا طبعا الأصوات الوحيدة اللي نسميها إحنا اللي إحنا اللي إحنا راح نشوف بأن الشفاه تغلق هي البا الليبي البا البا با اللسان راح الشفاه راح تغلق وراح يصير احتباس للهواء قبل اللبس اتفت الوحيد يأخذ الصوت القادم يقول قبل الله تنسد الشفاه راح يصير راح ياخذ الفم شكل الصوت القادم يعني وكأن وكأن من نطق صوت البا البا عملية نطق ورا ما تخلص العملية راح ياخذ اللسان شكل الصوت الجال يعني هل ملاحظة عامة لو تحفظون الأولو والثانية عادي مو مشكلة مو مشكلة وإذا تحبون تأخذ درجة كاملة فانصحكم تحفظون قبل اللسان قبل ان يتم فتح الشفاه بقي بقية اللسان تغلق من بعضها لبعض تاخذ شكل الصوت عفو اللي يجي وراه طيب الآن خلصنا من الب والب وش راح نجي على راح نجي هس على فد الشغلة مهمة وهي الرسم الصوتي وطبعا موضوع الرسم الصوتي في هذا الموضوع ما راح يتعبن إن شاء الله ليش لأنه لأنه موضوع سهلات يعني هو الصوت ينكتب نفس لو جي طبعا هذا رسم حفظ هين جي لأ الأمثلة لو جي نا على الأمثلة هنا هاي بيك وبيك باك باك وباك باك بوت وبوت نتبول على هالكلمة يشلون نصير بالرسم الصوتي الو وجو كلها هذي صوت الو بس أو جي أصلا ما تلافظ يعني الو راح صوت الو بوت انتو دائما هذا الشكل او جي اش كلها راح صير هذا الصوت بوت فوت وإلى آخره نرسل الحالة هاي الكلمة برايد برايد وأنا ذكرت إنه الآي إذا أجب الكلمة وهاي الكلمة منته يبعي راح صير صوت هذا طويل وهذي برايد نفس الحالة بقية البقية الأمثلة طيب هابي شابي 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 بت بت باك 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 بول 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 بليز بليز با ب طيب هذه الكلمات هابي لكوه أحد منعرف هابي سعيد شابي شابي باي 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 يو آ يو آ كلها صير شوى لي با وذكرت قبل يو آ إي آ دائما شكوش يجيكم ويا آ بالأخير صير شوى لي با هذه الكلمة سا با سا رابل رابل مكتب مكتب عند مرة واحدة هذه الكلمة رابل رب راب صوتي يشبه الكسرة وهذه رابل رابل تشديد على البه رابا 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 سوري رابا وليس رابا 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 يعني هذي با مش به هذه البه رابل 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 طيب ملاحظة مهمة هنا جدا لازم نعرفها تخص اللي هي الاسبريشن طبعا تعريف الاسبريشن هو موجود بس خلينا نكتب ملاحظة عن الاسبريشن ما هو الاسبريشن طبعا هذا هو الاسبريشن الاسبريشن مالتا اعلم ما تكتبونا طيب الاسبريشن هذا هو الاسبريشن نكتب عليه ملاحظة ما هو الاسبريشن وهو عبارة عن دفعة من الهواء وهو عبارة عن دفعة من الهواء يعني دفعة هواء خروج الهواء دفعة من الهواء يأتي بعده يأتي معه يأتي معه يأتي معه الأصوات أصوات وهو عبارة عن خروج دفعة من الهواء أصوات مع أصوات مع أصوات في بداية الكلمة في بداية الكلمة ويمثل 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 من خلال وضع حرف اله ويمثل من خلال وضع حرف اله ويمثل من خلال وضع حرف اله فوق الحرف بشكل صغير جدا بشكل صغير جدا نعيد مرة أخيرة ما هو الاسبريشن هو عبارة عن خروج دفعة من الهواء مع من؟ مع أصوات الـP والـT والـK عندما تأتي في بداية الكلمة طيب شلون؟ شلون أعرفه بالرسم الصوتي نحط H صغير فوقه خلينا نجي ناخذ هاي الأمثلة كل هاي الأمثلة بيهن H POT POT طبعا لين عندي P في بداية الكلمة لو عندي بيهن كان ما عندي أسبريشن الآن الآن نأتي إلى هذه الأمثلة هنا يوجد أسبريشن هنا لا يوجد أسبريشن إذن الـP هنا يحتوي على أسبريشن أما الـB هنا ما يحتوي على أسبريشن ليش؟ لأنه الـP لازم يجيني ببداية الكلمة وP مو بـP ما يعني أسبريشن؟ ما أفتهمي تاني أريد أن أتوضح لأكثر طيب الأسبريشن قلنا هو عبارة عن خروج دفعة من الهواء بعد أصوات الـP والـT والـK خلينا نجرب على هاي الأمثلة طيب نأخذ المثال نأخذ المثال هذا اللي قدامني نحن عندنا كلمة PACK PACK أخلي أصبعي قدام حلقي قدام ثمك قدام your mouth in front of your mouth تخلي أصابعك قدام your mouth تخلي أصابعك قدام أصابعك أربعة خليهم قدام حلقيك وقول PACK 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 تحس أكو هوى اللامس أصابعك نعم هو هذا الهوى اللي أسميه أنا أسبريشن لو جت على كلمة BACK BACK هايا BACK 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 أصيح ما عندي بس ما رح يكون أكو عندي أسبريشن ليش ماكو هوى ماكو دفعة من الهواء ماكو انفجار للهواء BACK 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 BOOT 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 POOT 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 إذن بالP أكو انفجار أكو هوى يلامس أصابعك بالP ماكو هوى يلامس أصابعك إذن هنا عندي أسبريشن هنا ما عندي أسبريشن هنا عندي أسبريشن هنا ما عندي أسبريشن هذا هو المقصود بالأسبريشن راجعوا عيد لهاي الملاحظة اللي ذكرتها أكثر من مرة أن صوت الP is aspirated and short in the vowel صوت الP قلنش بي صوت الP الصوت يجعل صوت العلة الذي قبله قصيراً لماذا لأن صوت الP قوي والقوي يخلي صوت العلة ضعيف والضعيف يخلي صوت العلة طويل قلنا بالعكس أجعلها الكلمة رب 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 إذن الآي هنا اللي بكلمة رب أطول من الكلمة رب ليش إذن هنا رح يكون صوت العلة عندي ضعيف ضعيف شورت وهنا رح يكون صوت العلة عندي أطول لماذا؟ بسبب الP والB بس واحد يقول رب استاذة تمو تقول رب إلا آي أقوى لا هو الآي مو أقوى الP أقوى بس أنت تحس الآي قوي بس واحد إذا واحد يريد ينطق يقول رب استاذ الآي أقوى بكلمة رب أقوى من كلمة رب رب لا هنا هذا قصير وهنا ضعيف زين ليش تحس بسبب صوت الP لأن الP هو يعني يريد ينطق بقوة فأنت عبارك هذا هو القوي لا إذن الآي هنا يكون قصير ضعيف بسبب صوت الP والآي هنا رح يكون ضعيف طويل عفوا بسبب صوت الP العملية عكسية القوي 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 يضعف والضعيف يطول العملية عكسية بالعكس يعني بالعكس طيب